بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مرة تانية كل طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي المنهج الجديد علوم رابعة ابتدائي النهاردة ان شاء الله مكمبليل في حساس الاسئلة النهاردة هنركز على سؤال اكتر وسؤال اكمل وسؤال صح او خطأ اسئلة صح او خطأ من الاسئلة المهمة جدا ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وضع علامة خطأ امام العبارة الخاطئة وممكن يقول لك سوب الخطأ احنا النهاردة هنعقب بس على السؤال اذا كان صح او اذا كان خطأ لكن ممكن يقول لك مع تصويب الخطأ يعني انت هتكتب الجملة الصحيحة لو كانت الجملة خاطئة. ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسرايب في القناة عشان تدعمنا نكمل شرح لابعة ابتدائي المنهج الجديد. اقول نوع من الاسئلة اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة. نمرت واحد بيقول لي يستطيع الجمل التكايف مع الطبيعة الصحراوية لانه يمتلك. سنم وخف سميك. فراء بني. اذنان كبيرتان. فراء ابيض وكثيف. طبعا نخد بالك ان احنا اتفقنا ان الجمل يتميز بانه عنده سنم وخف سميك. الخف السميك بيمنع رجله ان هي تقوص في الرمال. فاصبح من الاشياء الاساسية او من الخصائص اللي ربنا منحها للجمل عشان يتكيف مع الطبيعة الصحراوية هي السنم وخف سميك. يبقى الجابة الصحيحة عندك هتكون الف. نمرت اتنين يمتلك ثعلب الفنك. ان ثعلب الفنك بيعيش في مصر والسعودية والكويت. فراء بني كثيف حتى يتمكن من طبعا من التخفي. يبقى هو بيقول لك التدفئة ولا الجري السريع في الصحراء لكي ان الصحراء مرتبوا غلط. ولا التخفي من الاعداء ولا التدفئة ولا التخفي من الاعداء. طبعا هم بيعيش في الصحراء اصلا وجو الصحراء بتلاقي جو صحراوي عارة مرتفعة. وبالتالي هنا التخفي من الاعداء. يبقى الجابة الصحيحة عندك جيم بس. نمر التلاتة تتميز ثمرة جوز الهند. لو انت اكلت جوز الهند قبل كده بوجود يساعدها على التكايف مع البيئة. هتلاقي القشرة الخارجية قشرة قوية. قشرة قوية. يبقى الجابة الصحيحة عندك قشرة خارجية قوية. دي لم تذكر في الكتاب بالمناسبة. نمر اربعة تمتلك سحالي الصحراء. يساعدها على التكفيف الصحراء. طبعا احنا قلنا السحالي يغطي اجسادها قراشف او قراشيف. القراشف زي التعبين بالزبط بتغطي اه اجسام الصحالي او الحرابي او حدنا كمثال هرباء النمر. هزي الحراشف بتتغير الوانها. بالتكفي من الاعداء. يبقى الجابة صحيحة قراشف او حراشيف ملونة. يبقى اخد بالك اصلا السحالي كمان وحرباء النمر من ذوات الدم البارد. يعني ايه من ذوات الدم البارد؟ يعني في درجة الحرارة مرتفعة بتلاقي الدم بتاعها بارد وليس ساخن. يعني من من ذوات الدم البارد بتقاوم درجات الحرارة المرتفعة. نمر اخامسة بيقول لي تمتلك حرباء النمر للتخفي بين الاشجار والازهار. طبعا حرباء النمر زي ما اتفقنا على طول بتمتلك ليل طويل ولا قدم على شكل V والعينان متحركتان ولا حراشيف ملونة وقشور. خد بقى لك هي اصلا عندها ذيل طويل وعندها اقدام على شكل حرف V. بس هذه الاقدام اللي على شكل حرف V بتساعدها على التعلق بين الاشجار او بفروع الاشجار. وعينان متحركة فعلا عندها عينان متحركة. بس انا عايز للتخفي بين الاشجار والازهار. يبقى عندها ايه? عندها حراشيف ملونة وقشور. يبقى هو النفس السؤال اللي فات ولكن هو هنا جيب لك جميع الخصاص التي تمتاز بها حرباء النمر عشان لبطك. ولكن احنا هنستفيد بس بخصية واحدة للتخفي بين الاشجار والازهار. طبعا هنختار حراشيف ملونة وقشور. نمر الستة تتميز اوراق شجرة الصنط المظلي بانها اوراقها كبيرة وعريضة اوراقها صغيرة تعمل كمظلة تمتاز الشمس والغذاء ولا الاجابة باء وجيم. طبعا احنا قلنا من قصائص شجرة الصنط المظلي انها تمتلك اوراق صغيرة بتبقى في الاخر تعمل كمظلة وهذه اوراق تساعدها على امتصاص الشمس والغذاء. فالاجابة عندك هيكون باء وجيم. يبقى الاختيار عندك هيكون دال. يعني الاجابة ليست باء لوحدها وليست جيم لوحدها وانما باء وجيم مع بعد. نمرت سبعة شجرة الكابك. لها جزور قصيرة وتدية داعمة تدعيم الشجرة واستقرارها الاجابة باء وجيم. طبعا شجرة الكابك هتلاقي الجزور وباء تدية قوية تساعدها على الاستقرار والتدعيم داخل التربة فبالتالي الاجابة ليست باء وجيء اوه بالاحدها ولا جيم لوحدة هتلاقي عندك الاجابة دال التي تضم الاجابتان با وجيم معا وتدية داعمة تدعيم الشجرة واستقرارها ليه انها وتدية بتساعدها على تدعيم الشجرة وثبتها ضد الرياح او العواصف. نمر التمانية تفرز شجرة الصنط المظلي سما لكي تمنع الحيوانات من تغذي عليها تجذب القشرات اليها تجعل اورقاء حلوة المذاق تمتص اشعة الشمس طبعا هي بتمنع الحيوانات من التغذي عليها من خلال فارز المادة السمية. نمر التسع من المشكلات تقدر تؤثر على بقاء الكائنات البحية ندرة المياه ندرة الغذاء الانقفاض الشديد في درجة القرارة ولا جميع ما سبق طبعا جميع ما سبق يؤثر على بقاء الكائنات البحية. نمر التعاشرة ينام الخفاش في وضع طبعا مقلوب كدناها كذا مرة. نمر التحداشرة تتكيف الكفافيشة عن طريق تحديد الموقع. بتحدد موقع زي بالسامع بالصدى بالشم بالقرارة. طبعا باصدار صدى الصوت. نمر التناشر تنشط الخفافيش. طبعا تنشط ليلا. نمر التلاتاشر تحافز سحال السحراء على برودة جسمها عن طريق في الاوقات شديدة القرارة. البحث عن الظل الجاري التخفي النوم. طبعا احنا قلنا تبحث عن الظل في الشقوق والجهور. وبالتالي الجامعة عندك هتكون الف البحث عن الظل. نمرت اربعتاشر الخصائص التي تمكن الكائن الحي من البقاء والتكاثر ويطلق عليها طبعا مفهوم التكيف. ومنها في الاول خالص. نمرت خمستاشر يعيش كائن البطريق فيه. الصحراء الانهار القرى القطبية الجنوبية واللغبات السبنة طبعا في القرى القطبية الجنوبية. لانهو بيعيش في الاماكن الباردة القطبية. نمرت ستاشر من احد اسباب تكيف الكائنات الحية على مرور الزمن. المناخ رائق الغابات الزلازل التلوث. من احد اسباب تكيف الكائنات الحية على مرور الزمن. المناخ رائق الغابات الزلازل التلوث. ما تنساش ده سؤال مهم جدا هو المناخ. نمرت سبعتاشر تظل اقدام البطريق دافئة. انا اتكلمنا عن اقدام بطريق وقلنا بتظل دافئة لان الاوعية الدموية بتنقل الدم البارد في رجلين او في الاقدام الى الاماكن التي يوطيها الشعب يبقى هي بتجيب دم دافئ مكان الدم البارد وهكذا طبعا الاقتراض حمل الاوعية الدموية الدم البارد من الاقدام وقوفوا على السقور فترة طويلة القدمين بهم ريش كثيف الاجابة الف وجيم طبعا اجابة الف بس عشان ما تنساش حمل الاوعية الدموية الدم البارد من الاقدام السؤال التالي اكمل ما يأتي سؤال اكمل من الاسئلة المهمة جدا خد بالك ان السؤال اكمل ممكن يجي عن طريق اختياري يعني ممكن يخطي لك سؤال اكمل على هيئس اختيارات نمرة واحد تعتمد الخفافيش على ايه لتحديد الموقع حيث انها لا يمكنها الرؤية ليلان جيدة طبعا تعتمد الخفافيش على صدى الصوت يبقى الكلمة اللي نقصة هنا صدى الصوت نمرة اتنين يستطيع قرش التور اتكلمنا عنه كتير التسلل الى فريساته عن طريق استراتيجية تخفي استراتيجية تخفي كم تخفي مكتوبه غلط تسمى التباين اللوني يبقى الكلمة اللي نقصة هنا التباين اللوني نمرة الثلاثة يتميز الدب البني بايه ليساعده على التخفي بين الاشجار اثناء الصيد طبعا بالفرو البني بالفرو البني او فرو يعني ملون يساعده على التخفي بين الاشجار اثناء الصيد نمرة اربعة التكيف التركيبي او الجاسدي يحدث داخل جسم الكائن الحي داخل جسم الكائن الحي وقلنا التكيف نوعي تكيف تركيبي يبقى بيحصل داخل جسم الكائن الحي وتكيف سلوكي بيطرق على سلوك الكائن الحي بمرور الزمن نمرة خامسة حرباء النمرة تمتلك اقدام على شكل حرف V لكي تتلتسك بالاشجار والفروع تلتسك تلتسك عبر بايه طريقة تلتسك تتعلق اي حاجة تتلتسك بالاشجار والفروع سهلة جدا نمرة ستة توجد غابات السفنة طبعا قلناها جنوب افريقيا مهمة جدا والمشاكل اللي بتلاقيها في غابات السفنة اللي هي الجفاف نمرة سبعة يصل طول شجرة الكابوك الى سبعين مترا نمرة تمانية شجرة الكابوك تنشر عبير اظهرها لتجذب الخفافيش السؤال التالي ده علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخطيئة في كل ميمياتي مع تصويب الخطأ طبعا احنا مش هنصويب الخطأ احنا هنقوله التصويب كده يعني انت مطالب انك هنا تصويب الخطأ نمرة واحد ترسل الصنطة المظلي اللي هي شجرة الصنطة المظلي يعني رسالة تحذيريها للاشجار الصنطة الاخرى طب ليه؟ لكي تفرز نفس السوم قلناها قبل كده يبقى الجملة دي جملة صحية نمرة اتنين توجد شجرة الكابوك في غابات السفنة في البرازيل طبعا الكلام ده صح موجودة في البرازيل نمرة الثلاثة اوراق شجر الصنطة المظلي تشبه راحة اليد لتسمح بمرور الرياح بينها طبعا صح نمرة اربعة سحلية العجمة هذه النوع من السحالي معلش يتقبل الكلمة وحرباء النمرة من ذوات الدم البارد السحالي عمتا من ذوات الدم البارد يستطيع القرش الثور العيش في المياه المالحة فقط طبعا بيعيش في المياه الملحة والمياه العذبة نمرة 6 يمتلك حيوان عناق الارض فراء ابيض للتكفي في الصحراء طبعا مش فراء ابيض هو فراء وذهب اللون ذهبي يبقى الجملة دي خاطئة نمرة 7 عند الخطر تنفح حرباء النمر جسمها وفمها بالهواء لتبدو اكبر حجما طبعا دي صحيحة ودي احد طرق التكيف السلوكي علشان تقاوم الاعداء اللي هما بيقابلوها نمرة 8 يعيش فعلة بالفنك في صحراء التندرة طبعا صح؟ صحراء التندرة موجودة في السعودية ومصر والكويت نمرة 9 التكيف الجسدي هو التغير الذي يطرق على سلوك الايوان طبعا ده مش تكيف جسدي اللي هو تكيف تركيبي ده هو تكيف سلوكي ليه؟ لانه يطرق على سلوك الايوان يبقى الجملة دي خاطئة نمرة 10 تعيش البطاريك في القرى القطبية الجنوبية شديدة البرودة طبعا دي جملة صحيحة وكده ايب احنا انتهينا من درس النهاردة او من قصة النهاردة متنساش العقب في الفيديو تعمل لايك وشير مع صحابك سبسكرايب في القناة